نرجع مرة تانية لحضراتكم وكمل كلامي اللي بدأت به الحلقة عن ملف كاس العالم للأندية قبل ما أدخل في التفاصيل بس خليني أتوجه بعظيم الشكر لأشققنا في المغرب سواء كانوا كنت أتكلم على المسؤولين عن الكرة المغربية أو عن الجمهور المغربي والشعب المغربي العظيم الحقيقة سندوا الأهلي بشكل كبير وأكدوا على عمق العلاقات اللي بتربط بين الشعبين ونجحوا كمان بالإضافة لده طبعا في تنظيم بطولة نكحة جدا الحقيقة الصورة اللي أنا شفتها وتابعت فيها البطولة نجح كبير جدا للمغرب في استضافة بطول كاس العالم مصغرة الموندياليتو طبعا في اللحظات اللي احنا متكلم حضراتكم فيها يمكن بعثة النادي الأهلي النهاردة كانت في المغرب الصبح ميسر كولر عمل تمرينة أخيرة وبعد كده توجهوا لمطار في طانجة يعني عشان يرجعوا للقاهرة إن شاء الله بإذن الله بالسلامة والبعثة غادرت الأراضي المغربية وفي طريقها للقاهرة وتصل النهاردة مساء بالسلامة الله والنادي طبعا قبل مغادرته للمغرب توجه بالشكر لكل الأشقاء المغربة على حسن الاستضافة والمسندة الكبيرة جدا قبلتها بعثة نادي الأهلي مش بس في المعلعب الحقيقة حتى كمان في خارج المعلعب طول فترة الإقامة على الرغم من الظروف الصعبة جدا والشقة جدا اللي عانت منها نادي الأهلي وبعث نادي الأهلي في رحلات سفر ما انقطعتش الحقيقة لكن الحقيقة كان تنظيم مشرف واستقبال أكتر من رائع واهتمام كبير جدا بالبعثة على مدار الساعة أثناء تواجدها في المغربة